أسئلة محيرة تتساءلها المرأة بصورة متكررة حول الدماء التي تنزل عليها تترك الصلاة لأجلها أم تغتسل وتصلي فمنها الحيض وهو دم طبيعي يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد فمتى رأت المرأة الدم جاريا من رحمها فهو حيض دون تقييد بدايته ولا نهايته بسن معين ولا حد لأقله ولا لأكثره بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض والعادة الغالبة أنها تحيض ستة أو سبعة أيام ويعرف الطهر من الحيض بنزول القصة البيضاء وهي سائل أبيض ينزل إذا توقف الحيض ومن لم يكن من عادتها نزوله فطهرها بالجفاف التام للدم والحائض تترك الصلاة والصوم إلا أنها تقضي الصوم دون الصلاة والاستحاضة هي سيلان الدم في غير أوقاته بسبب مرض وفساد من عرق في أدنى الرحم ويعرف دم الحيض من دم الاستحاضة بأن الأول أسود ثخين كريه رائحة ولا يتجمد إذا خرج والثاني أحمر رقيق عديم رائحة ويتجمد إذا خرج والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة لأن ذلك هو الدم الأصلي الطبيعي ودم الاستحاضة كالمرض والأصل الصحة والمستحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها ولها أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وكذا بين المغرب والعشاء تخفيفا عليها ولكنها تترك الصوم والصلاة أيام عادتها في الحيض وللمستحاضة مع الحيض ثلاث أحوال أن تكون لها عادة قبل استحاضتها فتمكث مدة عادتها ثم تغتسل وتصلي ألا يكون لها عادة ولكنها تميز دم الحيض من غيره بصفاته فتمكث الأيام التي ترى فيها صفات دم الحيض ثم تغتسل وتصلي ألا يكون لها عادة ولا تمييز فتجلس غالب الحيض وهو ستة أو سبعة أيام من كل شهر أما النفاس فهو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة ولا حد لأقله ولا لأكثره ولكن أغلبه أربعون يوما قالت أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما فعلى المرأة أن تحرص على تعلم هذه الأحكام وتتحرى في صلاتها وعباداتها لتفوز برضى ربها وثوابه في جنات النعيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر